معاكم وصفة مضوح من مشروع تنكين اثنين في فيديوهات سابقة اتكلمنا عن جمع معلومات السوق وكمان القيمة المضافة في الفيديو ده هنتكلم عن العمل العميل الجيد والعميل الغير جيد ايه اللي يخلي العميل من وجهة نظرك غير جيد في الحقيقة لو احنا مع بعض دلوقتي هسمع منكم اجابات كتير جدا وامثلة اكتر عن العملاء الغير جاية دي عشان كده حابب ان انا اشارك معاكم الموقف ده الموقف هو عبارة عن قصر تيجوا نسمعها؟ يلا بينا في نهاية يوم حار جدا لفتاة صاحبة محل احزان وفي نفس اليوم ده كانت اراضات المحل قليلة جدا دخلت عليها ست عجوز قعدت تتفرج على البضاعة عندها وندهت عليها وقالت لها ما عندكيش حاجات كتير اختار منها ردت عليها البنت وقالت لها مش مهم اللي قدامك كويس الست العجوز اتداقت جدا وقالت لها اذا انت واقحة ايه اللي خليني اشتري منك؟ ردت عليها البنت وقالت لها لو في حاجة عجباكي ممكن تشتريها ردت عليها الست العجوز وقالت لها ما اعتقدش ان انا ممكن الاقي عندك اللي محتاجه في الحقيقة ان كتير منكم هيتداق من الموقف ده وفي منكم اللي هيبقى في صف البنت وفي منكم كمان اللي هيبقى في صف الست العجوز ولكن القصة لسه ما انتهتش ست العجوز خرجت من المحل ده ودخلت محل تاني جنبه واللي كانت صاحبته بنت برده في نفس اليوم اللي هو كان حر جدا دخلت عليها وقالت لها ما عندكيش اختيارات كتير اختار منها ردت عليها البنت وقالت لها هبز القصارى جهدي علشان اوفر لحضرتك اللي محتاجه ممكن تقوليلي ايه اللي محتاجه قالت لها انا محتاجة حزاء لحفتتي تلبسه في البيت بعد ما ترجع من المدرسة ردت عليها البنت وقالت لها حفتك محظوظة جدا عشان عندها جدة زيك ممكن اعرف منك ايه نوع الحزاء اللي انت عايزاه وايه همية اللون والسعر بالنسباتي قالت لها هي بتحب اللون الاحمر وانا مش معايا فلوس كتير عشان اصرفها واللون المفضل بالنسبة لها هو اللون الاحمر وافضل ان هو يعيش معاها لبعض الوقت قالت لها تمام في الحقيقة انا ما عنديش اللون الاحمر ولكن عندي حزاء مفتوح من الخلف انا جايبة زيه الاختي بتلبسه في البيت بعد ما ترجع من المدرسة لونه ازرع وليه معاها دلوقتي سنة الستة العجوزة بسط جدا وقالت لها تعرفي مش مهم اللون مدام هو هيقعد معاها سنة فهو هيكون هدية مميزة جدا قالت لها انا محتاجة الحزاء لك مشوك في الموقف ده هنلاقي فيه تضادمة بين اللي حصل مع البنت الاولى والبنت التاني الخلاصة من القصة دي كلها انك تتعامل بمبدأ ان العميل دايما على حق مهمتك هي ارضاء العميل حتى لو كان العميل من وجهة نظرك هو عميل غير جيد فهو فرصة بالنسبة لك عشان تعرف نوع من الشخصيات جديد هتتعامل مع شبهه كتير من العملة وهي فرصة كمان عشان تسقل خبراتك في التعامل مع العملة اعرف ايه اللي محتاجه العميل وحاول تحقق له احتياجاته عن طريق المعلومات دي ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وشاركنا باي اسئلة عندك سواء اذا كان في التعليقات او على رسائل الصفحة وكمان ما تنساش تسجل في الرابط اسفل الفيديو علشان نوفر لك الدعم اللي محتاجه شكرا